برغم ما يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية عن سعي بعض الجهات لتأجيل الانتخابات إلا أن السمة الأبرزة للاستحقاق الانتخابي الخامس هو الانسحابات المبكرة لعدد من المرشحين بعد تعرضهم للتهديدات التسريبات تشير إلى أن المنسحبين ينتمون إلى محافظات الديالا ونينوى وبغداد في وقت تشهد فيه مدن العراق حراكا متصاعدا استعدادا للانتخابات المقبلة وسط انتقادات حادة لمفوضية الانتخابات بشأن عدم تحركها لوقف الحملات الانتخابية المبكرة لتلك القوة وبينما يعتقد مراقبون أن انسحاب عدد من المرشحين هو خطوة استباقية لعدم توفر ضمانات أمنية لهم وتعرضهم لضغوط وإشارات غير مريحة إلا أن تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر متعددة جعل المعركة أكثر تنفسا وقسوة وإذا كانت انسحابات المرشحين قبل كل انتخابات أمرا مألوفا لكنه هذه المرة يحصل مبكرا بفعل التهديدات التي تمثل أولا عكاسات انتشار السلاح المنفلت في ظل مشاركة فصائل مسلحة مرتبطة بأجرحة سياسية في هذه الانتخابات ويسد التوتر الأجواء السياسية في محافظات عدة وهو ما يعبر عن سعي وتنفس محموم وغير مسبوق للفوز بهذا الاستحقاق خصوصا مع خوض المتنفسين تجربة انتخابية جديدة عبر دوائر ضيقة وبعدد كبير من المرشحين بالتزامن مع تراجع شعبية غالبية القوى السياسية إثرى تدعيات الحراك الشعبي الذي يشهده العراق منذ مطلع أكتوبر 2021 2019 أي والله صاد الأحرار أي والله